السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معاه في قناتي اكلنا بالمصر ان شاء الله النهاردة هنعمل فطار كامل عبارة عن فراغ بالبصل وطاجن خضار مشكل ورز بشعرية وشربة لسان عصفو وهمشي مع حضراتكم خطوة بخطوة علشان طريقة التحضير تكون سهلة جدا وبسيطة لاي حد بيطبخ لاول مرة وكمان لاخواننا المختربين اللي دايما بيعتمدوا على وصفاتنا علشان يعملوا فطار رمضان او كمان واجبت غدا تطلع بطريقة سهلة جدا وبسيطة نبدأ ونقول بسم الله ونشوف الطريقة والمأدين هنستخدم اي كمية من الفراخ احنا محددينها اه انا هخسلها الاول بالدئي والمالح وعصرة لمونة وهشطوفها كويس اوي بعد كده هصفيها من الماء اه اول ما هصفيها هبتدي الوقتي ان انا اشوحها في كمية بسيطة من الزيت والسمن اول الزيت والسمن ما يسخن جدا هنزل الفراخ وهسبها لحد ما تتشوح وتاخد لون دهبي بسيط اه الطريقة دي بتخلي الفراخ طعم حلو قوي وكمان الشربة اه لكن بعملها بشكل اكيد لما بتكون الفراخ عندي مجمدها اه دايما لما الفراخ بتكون مجمدة واباجي اه اسويها اه طعمها مش بيعجبني ولا طعم الشربة اه لما بعمل الفراخ بالطريقة دي وديها التشويحة الخفيفة دي في الزيت والسمن اه مهما كانت الفراخ قاعدة عندي في الفريزر اسبوع او اثنين او حتى شهر اه طعمها بيطلع ممتاز جدا ويبقاش فيها اي فرق عن اللينا لسه مشتريها اه بعكس لما بكون اه سلقها السلق العادي اه طعمها مش بيطلع حلو قوي اه احنا هنعمل الطريقة دي علشان الفراخ تطلع بطعم حلو قوي وكمان الشربة زي ما قلت لحضراتكم اول الفراخ ما تتشوح وتاخد لون دهبي بسيط بضف لها بصلة متوسطة بقطعها بأي حجم وواحدتين من الحبهان وورق لورة وحوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وثلاث وحدات او اربعة من الكباب الصيني اه بقلبهم مع الفراخ لمدة دقيقة بس التشويحة بسيطة لحد ما ريحة الفلفل الاسود تطلع اه بعد كده هضيف للفراخ المياه الصخن اه ضروري طبعا ان المياه تكون سخنه وهحط لها معلقة ملح كبيرة وغطي الفراخ لكن هخلي الغاطة موارب شوية لحد ما تغلي غلويتين ثلاثة بعد كده ههدي النار وهغطيها كويس واسبها لحد ما تستوي اه هبتدي دلوقتي اجهز الخضار اه محضرة بصلتين بحجم كبير مقطعاهم شريح اه هضيف لهم معلقة ملح كبيرة ومعلقة صغيرة من البهارات ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود اه معايا حوالي معلقتين كبار من التوم انا مقطعاهم شريح اه نقدر ان احنا نستعمل التوم المفروم مفيش مشكلة اه بعد كده هبتدي ان انا اه ادعك البصل مع الملح والفلفل والبهارات والتوم كويس او لحد البصل ما يتبل اه بعد كده هقطع الخضار اللي انا محضرة عبارة عن جزر وكوسة وبطاطس الكمية طبعا حسب ما احنا نحب يعني نقدر نستعمل اي كمية نفضلها اه بعد ما ضفت الخضار اه هعطله مقدار من الطماطم اه انا مستعملة هنا حوالي كيلة لربع من الطماطم المعصورة اه هقلب الخضار مع البصل مع الطماطم اه اللي بيفضل صلصة هيقدر يستعمل معلقتين او تلاتة من الصلصة لكن تكون معلقة كبيرة اه هقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا علشان البصل يتوزع حلو مع الخضار اه هضف لهم حوالي ربع كباية من الزيت ومعلقتين كبار من السمن انا استعملت سمن بلدي بيدي للطاجن طعم حلو قوي اه لكن نقدر نستعمل اي نوع سمن ولو مفيش سمن نقدر ان احنا نستعمل الكمية كلها زيت واللي بيفضل السمن بس برضو مفيش مشكلة اه لو مش متاح عندنا سمن نقدر ان احنا نحط مكعب من الزبدة وبرضو اي نوع زبدة اه انا حطيت السمن والزيت على الوش ههغطي الطاجن وهحطه في الفرن لكن هحطه على الصاجة اللي تحت وضروري ان الفرن يكون سخن من البداية اه هسيبه علشان يستوي كويس وهبتدي دلوقتي اطلع الفراخ طبعا على ما حضرت الخضار كانت الفراخ استوي اه هطلع الفراخ في صنية وهبتدي دلوقتي اجهز لها الخلطة اللي انا هضفها لها علشان تاخد اه طعم الخلطة وهدخلها الفرن هستعمل اه واحدتين كبار من الطماطم بقطعهم اه مكعبات و اه حوالي خمس فصوص كبار من التوم و تلات وحدات من الفلفل الرومي و عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود و البهارات و الملح و رشة زعتر اه هضف لهم برضو نص لامونة واللمون دايما بيخلي الفراخ طرية و بيديها طعم حلو قوي اه بعد كده هخلط المكونات دي كلها لحد ما تبقى نعمة اه بعد ما هخلصها زي ما حضراتكم شايفين هي كده جاهزة اه لكن انا مش هستعملها لوحدها انا هضفها للبصل اه هكون محضرة بصلتين بحجم كبير هقطعهم شرايح رفيعة جدا زي ما حضراتكم شايفين و هضيف الخلط اللي انا جهزتها للبصل اه البصل كده هيكون متبل هضف له حوالي معلقة سم اه انا دلوقتي قطعت البصل شرايح اه ما فرمتوش في الكبه لاني عايزة الخليط يكون عبارة عن بصل متبل اه مش عايزة الفراخ تكون عليها خليط طاري خالص اه ده اللي بيفضل ياكل البصل مع الفراخ اه هحط الخلطة كلها على الفراخ ولو قلبت الفراخ في الخلطة كمان بيكون افضل اه كده بتاخد الطعم كله اه البصل هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي كميته هتكون كتيرة اه في بعض الناس و انا منهم بحب البصل كده يتاكل مع الرز يعني بياخد من طعم الفراخ وهو كده كده متبل وبيدخل الفرن اه فبالشكل ده بيكون البصل مقرمش شوية اه مش طاري قوي اه انا هدخل الصناية بتاعت الفراخ على الشبكة اه علشان تاخد سوى علم الطاج يستوي طبعا هو محطوط على الصاجة اللي تحت اه علشان يغلب سرعة والخضار يستوي اسرع اه هبتدي دلوقتي اجهز الرز علم الخضار والفراخ يستوي في الفرن اه حط حوالي ربع كباية من الزيت وعليهم علقتين من السمت اه زي ما قلت برضو قبل كده نقدر ان احنا نستعمل اي نوع سمت واللي بيفضل الاكل خفيف يقدر يستعمل زيت بس اه بعد ما الزيت هيسخن هحطله كبايتين من الشعرية اه انا هستعمل حوالي اه اربع كبايات رز اه اللي بيعمل رز الاول مرة وعايزه يطلع بمقدار مظبوط جدا اه المقدار بتاع الشعرية نص الرز يعني لو انا هستعمل كبايتين من الرز هحط لهم كباية شعرية ده المقدار المظبوط لكن لو احنا عايزين نعمله اقل شوية مفيش مشكلة يعني الاربع كبايات نقدر نحط لهم كباية واحدة وبكده هيبقى الشعرية خفيفة شوية اه هقلب الشعرية لحد ما تاخد لون دهبي اه لكن ما يبقاش لون دهبي فاتح لان لو الشعرية فتحة الرز هيكون فاتح جدا بعد ما يستوي ضروري ان الشعرية تاخد لون دهبي غامق شوية ونخلي بالنا من غامق شوية دي علشان الشعرية ما تتحرقش اه مجرد ما وصلت للون المطلوب اه زي ما حضراتكم شايفين هضف لها الرز ودول اربع كبايات من الرز نفس الكباية اللي انا عايرت بها الشعرية بالزبط اه هقلب الرز مع الشعرية والتقليب ده مهم جدا بيخلي الرز يتشرب من الزيت والثمن ويتغلف كويس ومش بيطلع معجن بالطريقة دي اه كده انا استعملت اربع كبايات من الرز عليهم كبايتين شعرية يعني كده كلهم ستة اه هضيف للرز ست كبايات مية او ست كبايات شربة اه او حتى نستعمل الاتنين مع بعض يعني نقدر نستعمل مية وشربة مع بعض بعد كده هزبط الملح بتاع الرز وهسيب الرز يغلي على نار متوسطة اه مش هنخلي النار عالية وخصوصا لو احنا بنستعمل حلال استنس علشان ما يشطش من تحت اه بعد ما يغلي ويبتدي الرز يتشرب اه هبتدي ان انا اقلبه من تحت الفوق والتقليب ده هنعمله لو الرز عندنا بيطلع جنب مستوي وجنب ناي بالشكل ده كله هيبقى مستوي مع بعض هغطي الرز وهسيبه يستوي او يكمل استوي على نار هدية اه كده الخضار كمان استوى انا حطاه على الصاجة اللي تحت علشان يغلي بسرعة والخضار يستوي على طول اه شلت الغطى وهشوفه البطاطس خلاص استوت والكوسة كمان اه البصل كمان بتاع الفراخ دخل في سوى هشغل الشواية لحد ما يبقى بالشكل ده لو حبينا ان البصل بتاع الفراخ يكون طاري جدا نقدر نحطه على الصاجة اللي تحت اه لكن كده البصل طالع مقرمش واخد طعم التدبيلة اه طريقة التسوية هي اللي هتتحكم فيه سوى طي او مقرمش بالشكل ده اه بعد ما طلعت صنية الفراخ حطيت الطاجن تحت الشواية علشان هو كمان يعمل وش اه الفراخ دلوقتي هنشوف تسويتها مع بعض اه هي كده متدبيلة كويس جدا خدت من طعم البهارات والفلفل الاسود اه هنشوف اللحم من جوة اه انا لما افتح حتة كده هنلاقي لونها ابيض وفاتح اه طريقة التسوية مظبوطة جدا الطريقة اللي شوحنا بيها الفراخ في الاول خلتها ممتازة جدا في التسوية ويبكده الفطار كله جاهز وكمان هيكون حلو قوي لو واجبة غدا في الايام العادية اه شربة لسان العصفور انا كنت حمرت لسان العصفور قبل كده في فيديو تحضيرات رمضان اه حمرته من غير سمن ولا زيت وبيكون جاهز عندي مجرد ما بحط مقدار الشربة في الحلة اه بحط له كمية من لسان العصفور وبس سيبه يغلي غلويتين بس وبط في النار اه خمس دقايق وبيكون استوى اه اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي بيشوفها الاول مرة وشارع علشان الكل يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة